نهاية أمريكا الإعلام بيشغل العالم بالجفاف وبيخفى سينوريهات نهاية أمريكا العالم كله بيتكلم عن جفاف أوروبا وبيتجاهلوا أو بيتعمدوا إنهم يخفوا اللي حاصل في الناحية التانية من العالم طب إيه اللي بيحصل في أمريكا ومحدش بيتكلم عنه وهل اللي بيحصل ده حيتسبب فعلا في نهاية أمريكا ده اللي هنتكلم فيه النهاردة وحنفضح السر اللي بيتعمد ما يجيبش سيرته لكن قبل ما نبدأ ياريت نصلي عن نبي وللحد النهاردة مش متابعني أحب أقوله إنه حتشربوا متابعة اللي بيتابعوني إنهم ما ينسشوا اللايك والشير وتفقيل الجرس وأهلا بيكم أنا أحمد الحكيم لو أنت مستغرب من الكلام اللي أنا قلت في المقدمة ما تستغربش أنا مش بقولك مقدمة وخلاص عشان أرعبك أو أجمع جمهور بيه فعلا أمريكا في طريقة للنهاية وبيهددها ثلاث سينيوريهات أفزع من بعض السيناريو الأول ليه علاقة بأكبر بركانة خلق في الأرض واللي لو انفجر حيشيل أمريكا من على الخريطة نهائيا لأنه لو انفجر حيكون أكبر انفجار بركاني حصل في التاريخ البركان ده اسمه بركان يولستون ومساحته توصل لسبعين كيلو متر تخيل بركان بقى مساحته سبعين كيلو متر البركان موجود جوه متنزه أمريكي اسمه متنزه يولستون الوطني وبيغطي الثلاث ولايات أمريكية في حالة الانفجار البركان هتخرج حمم ورماد تغطي مساحة كبيرة جدا في أمريكا وحتوصل الارتفاع كبير جدا حيمنع كمان ظهور الشمس لمدة كبيرة ودرجة الحرارة على الأرض هتتغير والكرثة دي لو حصلت هتأثر على الزراعة ومش هيبقى فيه محاصيل زراعية وحتحصل مجاعة مخيفة لكن المرحب أكتر من كده أن في أول لحظة الانفجار حيموت أكتر من 90 ألف شخص لكن الخسار اللي بعد كده مش قادرين يحسبوها أنا مش بقول لك قصة فيلم أمريكي أكشم اللي بيخترعوه البركان فعلا موجود من أكتر من 2 مليون سنة وهو انفجر قبل كده كذا مرة لأنه بينفجر كل 600 ألف سنة وال600 ألف سنة الأخيرة خلصت وإحنا في الفترة اللي المفروض حينفجر فيها وفعلا بدأت علامات الانفجار تظهر زي الزلزال اللي بدأ بتحصل من سنة 80 واللي بتحصل نتيجة غليان الأرض ودوابان طبقات وزي اللي حصل في سنة 2007 إيه اللي حصل في 2007 أنا جاي لك في الكلام في 2007 اكتشفوا أن الأرض فوق منطقة من المناطق اللي فيها البركان ابتدى تتنفخ وتعمل قبة يعني إيه يعني الغنيان اللي بيحصل تحت الأرض ابتدى يزيد ويحاول يشوف مكان يخرج منه يعني الأبخرة بتعمل في قشرة الأرض زي البلونة وبتنفخها وبالتالي بترفعها وتخلي شكلها زي الأوبة وزي البلونة اللي كتر النافخ فيها بيخليها تنفجر لكن في محاولات بتعملها وكالة ناسا وكالة ناسا بتدرس عمل فتحات عميقة في منطقة مختلفة حوالين البركان الفتحات دي المفروض أنها تطلع الأبخرة السخنة وتبرد البركان لكن للأسف الحل ده خطير جدا لأنه ممكن هما بيعملوا فتحة من الفتحات دي تطلع الأبخرة مرة واحدة وينفجر البركان إيه السيناريو التاني اللي أنا جاي تكلم فيه السيناريو التاني الخطير برضو ومش أقل خطورة من الأول عارفك حتقول لي وفيه أخطر من الأول عن محمد لا حتصدق وحقولك الموضوع حتصدق لو قلتلك أن أمريكا متعرضة لزلزال ممكن يلحم أمريكا في أوروبا عارف حتقول لي أنه العلم لحد دلوقتي معرفش طريقة يتنبأ بيها بالزلازل حقولك أن دي الحالة الوحيدة اللي سهل فيها معرفة أنه هيحصل زلزال لكن الصعب أنهم ما يقدروش يعرفوا إمتى ده حيحصل طب خلينا نبطل الغاز وندخل في الموضوع الزلزال ده حيكون أقوى من أي زلزال شافته الأرض ومن قوته حتتشق الأرض وتبلع كل اللي عليها الموضوع اللي علاقة بشرخ موجود في أمريكا اسمه صدع صان أندرياس الشرخ ده طوله 1300 كيلو بيبدأ من المكسيك وبيبشي تحت المحيط الهادي وفي الوريدية واللي بيحصل أن الشق ده بيوسع كل سنة وبيفصل ما بين طبقات الأرض مع حركاته دي بيتسبب زلزال مدمرة والخوف أنه هو معرض لأنه يعمل حركة كبيرة يفصل بها طبقات الأرض عن بعضها وهنا وبيعيد عن زل اللي هيهد البلد بأرض هتبلع كمان اللي فوقيها وهو أن الشرخ بمر من تحت المحيط يعني مع زلزال هيحصل تسنابي مرعب أكتر من اللي حصل في اليابان واندونيسيا قبل كده وهيتسبب في اختفاء ولايات مهمة من أكبر ولايات طبعا أمريكا بتبني من حاليا الملاجئ عشان يلجأ لها السكان لما يحصل الزلزال لكن للأسف في احتمال أن السكان ما لحلحش أصلا تصل للملاجئ دي طب إحنا حكينا عن سيناريوهين أبشع من بعض إيه السيناريو التالت الحقيقة أنا مش عارف إذا كنت هتشوفه بنفس الدرجة من الخطورة ولا لأ والسيناريو التالت بيقول أن أمريكا متعرضة لخضر الفيضانات المدمرة وأن في السنين الأخيرة بدأت الأخبار اللي تتكلم عن فيضانات كبيرة فعدد من الولايات تكتر والسبب في ده ارتفاع مستوى المياه عن زمان وأنه المنتظر أنها ترتفع تاني لعشر أضعاف الارتفاع ده حيسبب فيضانات مدمرة والأخطر أنه لو حصل زوابع وأعصير وأمطار مع الفيضان حتتسبب أيضا في حصول تسونامي حيخفي مدن كاملة ربنا يسلم الجميع وأتمنى أن يكوني وصلتكم المعلومة بشكل سهل وبسيط وبس تسمحكم في اللايك والشير والاشتراك لكم كل المحبة مني أنا أحمد الحكيم